موسيقى موسيقى بالنسبة لي أنا كأب بالنسبة للوليداتي صراحة الله تعقدوا تعقدوا لأنهم تشبهوا الدراسة عندهم وأنهم تشبهوا الدراسة وأنهم تشبهوا الدراسة لا يصبق ولا يوخر بخلاصة القول أنها كرهوا الدراسة هذا المعنى هذا وفي هذا السياق كان رسالتي للناس الذين مكلفون بالبرمجة لكي يأخذوا بعيد الاعتبار الوليدات ويأخذوا الطريقة التي ستكون لأن الوليدات كيف ما نقوله خصوصا الابتدائي ما زال إعدادة نقوله واحد شوية كي نتلامد في حضائرة الثانية والثالث بصيفة نهائية بمعنى الكلمة لا يكون هناك شيء ما سيشدونها لا يجزيكم بخير السؤال لا يجزيكم بخير ويأخذوا بعيد الاعتبار البرمجة كيف ستكون لا يمكن الوليدات تلامد بصيفة عامة نفسيها مهزوزة ونأخذوا عليهم واحد الثقل كبير ونفرضوا عليهم فرض في الوقت واجز وقصير سيكون كارتة بمعنى الكلمة السادة الأساتذة الفضلاء والأستاذات الفضيلات منشدين إياكم إنقاد ما يمكن إنقاده من الموسم الدراسي والعودة إلى الفصول الدراسية ليس بسبب الاتفاقات التي نعلم علم اليقين عدم رضاكم عنها بل من أجل فلدات أكبادنا التي هي بناتكم وأبناءكم في الأول والآخير إيمانا منا بأن كرامة التلميذ هي من كرامة الأستاذ كذلك نسجل تسجيلا عريضا علامة استفهام كبيرة حول تعاطي الوزارة ومعها الحكومة مع هذه الأزمة فقد كان من الأجدر التعجيل بالحلول التي تضمنتها اتفاقات 10 و 26 دجنبير منذ بداية الأزمة لتفادي هضر الزمن المدرسي لفلدات أكبادنا وكذلك نحمل المسؤولية أيضا للفرقاء الاجتماعيين ونعني بها النقابات الأكثر تمتيلية الذين لم يحسنوا تدبير الأزمة بمعية اللجنة الوزارية وبالتالي أجهزوا على عامل الثقة بينهم وبين الشغيلة التعليمية وحملنا غير ما مر الوزارة ومعها الحكومة كامل المسؤولية بل كنا حاضرين في الساحات العمومية وأمام المديريات والأكاديميات مؤن منددين ومحتجين على أن هذا الوضع ومع كل ذلك لم يتم إنصافنا ولا الإنصاط إلينا وتم إقصاؤنا كشركاء في المنظومة التربوية وختاما واعتبارنا شركاء في المنظومة التربوية نود أن ننبه أن الحالة النفسية لبناتنا وأبنائنا تعرف اهتزازا كبيرا جراء الأزمة الطويلة التي مروا بها لذلك نناشد المسؤولين عن البرمجة أن يأخذوا هذه الوضعية بعين الاعتبار وعدم محاولة إنقاذ الموسم الدراسي على حساب التلاميذ وذلك بإغراقهم بالدروس والفروض بشكل سريع ومتراكم دون أي اعتبار للحالة النفسية التي مروا بها طيلة مدة الأزمة واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ومتنسوش تتعابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة